الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 نطاق أداء مستشعر تعزيز الشاحن التوربيني ماذا يعني ذلك؟ هذا DTC هو رمز مجموعة نقل عام ينطبق على جميع المركبات ذات الشحن التوربيني أو السوبر تعمل وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM على تعزيز كل من عناصر التحكم والشاشات للضغط وإذا كان الضغط المقاس أكبر من الضغط المطلوب فسيتم تعيين DTC P0240 وسيعمل PCM على تشغيل ضوء فحص المحرك لتشخيص هذا الرمز يجب أن يكون لديك فهم عام لثلاثة أشياء ما هو الضغط المعزز؟ كيف يتم التحكم فيها؟ كيف تقاس في المحرك الذي يستنشق عادة أي غير توربو تخلق الحركة النزولية للمكابس التي تسمى شوط الصحب فراغا في مشعب الصحب بنفس الطريقة التي تسحب بها المحقنة في السائل هذا الفراغ هو كيفية سحب خليط الهواء الوقود إلى غرفة الاحتراق الشاحن التوربيني عبارة عن مضخة مدفوعة بغازات العادم عند خروجها من غرفة الاحتراق وهذا يخلق ضغطا في مشعب الصحب لذا بيدلان من أن يضطر المحرك وكوت لامتصاص وكوت خليط الهواء الوقود يتم بيدلان من ذلك تغذيته بقوة أكبر في الجوهر هناك ضغط بالفعل قبل أن يبدأ المكبس في ضغطه ونتيجة لذلك يزداد الضغط وبالتالي زيادة القوة هذا هو زيادة الضغط يتم التحكم في الضغط المعزز بكمية غازات العادم المسموح لها بالمرور عبر التوربو كلما زادت الكمية زادت سرعة دوران التوربو وزاد ضغط الدفع يتم توجيه غاز العادم حول التوربو من خلال ممر جانبي يعرف باسم بوابة النفايات تعمل ضوابط PCM على تعزيز الضغط عن طريق تنظيم فتح الممر الجانبي يتم ذلك عن طريق فتح أو إغلاق بوابة النفايات حسب الحاجة يتم ذلك عن طريق محرك فراغ مركب على التوربو أو بالقرب منه يتحكم PCM في مقدار الفراغ المتجه إلى محرك التفريغ عبر ملف لولبي للتحكم يتم قياس الضغط الفعلي في مشعب السحب إما بواسطة مستشعر ضغط دفعة أو مستشعر ضغط مطلق متعدد تمثل أنواع المستشعرات المختلفة الوصفة الفنية المختلفة الذي قدمه كل مصنع ولكن كلاهما يؤدي نفس الوظيفة هذا الرمز المعين هو أحد الرموز التي يجب معالجتها في أقرب وقت ممكن بسبب زيادة خطر الإفراط في التعزيز وتلف المحول الحفاز الأعراض عند وجود شروط تعيين P0240 يتجاهل PCM قراءات ضغط المشعب الفعلية ويستخدم ضغط مشعب مستنبط أو مفترض يحد من كمية الوقود وتوقيت الحقن الديناميكي المسموح به يدخل PCM ما يسمى إدارة محرك وضع الفشل FMEM وهو أكثر ما يلاحظه نقص الطاقة الأسباب المحتملة لتعيين هذا الرمز هي أمداد الفراغ خطوط فراغ مضغوطة أو مطوية أو مقطوعة ملف لولبي للتحكم الخاطئ إجراءات التشخيص والإصلاح المعيبة لام PCM نقطة بداية جيدة هي دائما التحقق من نشرات الخدمة الفنية TSB لسيارتك الخاصة قد تكون مشكلتك مشكلة معروفة مع إصلاح معروف وضعته الشركة المصنعة ويمكن أن يوفر لك الوقت والمال أثناء التشخيص فحص بصري لخطوط الفراغ الملتوية أو المضغوطة أو المتشققة أو المكسورة تحقق من جميع الخطوط وليس فقط تلك المتعلقة بالتحكم في بوابة النفايات TSB يمكن أن يتسبب التسرب الكبير في أي مكان في نظام التفريغ في ضعف أداء النظام بأكمله إذا انتقلت إلى بخير انتقل إلى الخطوة 2 باستخدام مقياس الفراغ للتحقق من الفراغ في جانب الإدخال من الملف اللولبي للتحكم باء إذا لم يكن هناك من يشتبه في وجود مضخة فراغ خاطئة إذا كان الفراغ موجودا فانتقل إلى الخطوة 3 ويتم تشغيل الملف اللولبي للتحكم عن طريق تعديل عرض النبض أو دورة العمل باستخدام مقياس الفولت الرقمي أوم الذي يحتوي على دورة عمل أو إعداد تردد قم باستكشاف سلك الإشارة مرة أخرى في موصل الملف اللولبي قم بقيادة السيارة وتحقق من ظهور إشارة على DVOM إذا كانت الإشارة موجودة أجتبها في الملف اللولبي الخاطئ للتحكم إذا لم تشك أي إشارة في وجود خلل في PCM ترجمة نانسي قنقر